اشتركوا في القناة تنظيم دورة تكوينية لنيلي الديبلوم الدي في إطار العمل وفي إطار البرنامج اللي وضعته لجامعة الملكية المغربية اعتماداً على التكوين والتعطير وتنزيلاً لهذا البرنامج فأصبت ضارفة اليوم كتفتح أشغال ديبلوم الدي ورقم ثلاثة في هذه السنة لأنه كان وجوج ديبلوم الدي دازو واليوم الفوج الثالث على أساس أنه هناك أفواج اللي كان ديبلوم بسي ديبلوم بسي بعد السنة وخلال هاد المراحل كلها اللي اخذينا داقل العصباء وبتتبع من الجامعة اللي كمهية كتبع الأطور دينا اللي مكلفين بعد العملية فوصلنا تقريباً أكثر من ألف دي المؤثرين اللي كيستغلوا في الفرق الصغرى وفيهم اللي اخذات ديبلوم بي ووصل الفرق أكبر درجة وهذه المناسبة فاختارينها باش الفوج نطلقوا عليه اسم أحد العمالقة هذه المكورة والمدربين اللي هو الله يرحموه السعب قاطر الخميري اللي جاور مجموعة من الفرق الوطنية وكان كذلك مدرب للفرق الوطني نحن كمؤطيرين مبسدئين في بعض الفرق سابنا الكثير في هذا اليوم أمس وصباح اليوم نسابنا الكثير في مجال التدريب باش نشقوا الطريق دينا إن شاء الله في مستوى عالي من القطع هذا الورش التكويني قصم على مراحلة بحكم العدد الكبير من الطلبات التي تقاطرت على أم العصب وستتخلله دروس نظرية وبيداغوجية وأخرى تطبيقية لضخ آخر ما جاد به التلقين في عالم المستدر علما أنه تم الأخذ بعين الاعتبار المقاربة النوعية على مستوى اختيار المرشحين نحن في إطار برنامج جل التكوين لمسترها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونحن هنا في البرمجة دي التدريب دي الليسانس دي اللي هي الأولى اللي خاصة بالفئة دي السنين وطناصر عام وهذا الفئة هادي كتخدع التدرج لموضوع من طرف الإدارة التقنية الوطنية دي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهو مهم جدا لأنه ولباز بالنسبة لهذا المدربين لكي يولجوا عالم تدريب لأول مرة هكذا إذن تواصل قاطرة العصب في المغرب رسالتها الإشعاعية والتكوينية أملا في غد مشرق وواعد للرياضة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر